اهلا بكم اولا الف مقرقين صارت تحية العاصمة النجمة الثانية وكأس سبب الافريقي هذا الفوز مستحق مع اهلي المصري تداعية هذا الفوز اهلي المصريين بعد عوضة خم فالنسام لما قاله صحفي قناة اونتايم سبار بعد الفوز موفير لاجبال من شيخ اهلي المصري فالنسام بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان صهر الرياضية جديدة مع العب اونتايم سبارت حلقة همة جدا النهار منذ قليل انتهى لقاء السوبر الافريقي الذي جمع بين الاهلي بطل ابطال افريقيا او بطل الابطال دوري الابطال في افريقيا مع بطل الكنفدرالية نادي اتحاد العاصمة الجزائر لما تسأل اي حد قبل المباراة من اللي حيفوز هو مغمض حولك الاهلي قيمة تسوقية لعيبة على مستوى عالي مدرب بسم الله ما شاء الله امكانيات متوفرة معسكر اعداد في الخارج كل شيء متوفر للنادي الاهلي كمان الادوات والمعدات وكل حاجة الحقيقة ما فيش حاجة نقصة في النادي الاهلي اللعب الفلاني بيتجاب اللعب العلاني بيتجاب والامور كلها تحت السيطرة وميت فل 14 لما تروح للطرف الاخر اتحاد العاصمة الجزائري له كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام طبعا بصرف النظر عن اضاعة الوقت بصرف النظر عن شوية حاجات موجودة في الملعب بتحصل صحيح كان مبالغ فيها صحيح كانت مع حكم مرتعش مهتز ضعيف عايس اقول قول زي ما انت عايس اقول قول لكنه فريق عنده روح فريق عنده اسرار هو اللي بدأ بالتهديد كرة في البداية انقذها الشناوي كرة تانية انقذها الشناوي الشناوي بعد كده الاهلي دخل المباراة واضع العديد من الاهداف كعادة لعبة النادي الاهلي في اضاعة الاهداف لحد ما جات الديئة 42 من الشوت الاول ونجح فريق اتحاد العاصمة في الحصول على ضربة جزاء صحيحة لازم تحط تحت صحيحة 500 خط نجح انه يسجل منها هدف التقدم لكن الوقت مبكر انت لسه بتلعب في الديئة 42 وده النادي الاهلي بالجماهير الرائعة العظيمة لفضل التحارب عشان تعمل دخلة لفضل التحارب عشان تدخل اعلامها لفضل التحارب عشان تدخل ادواتها عشان تساعدك وتسندك وكأنك كنت بتلعب في استاد القاهرة او كنت بتلعب في مختار التيتش مقابل عدد بسيط جدا من الجماهير الجزائرية التي امنت بحظوظ فريحة لكن خلينا نتكلم بمنتهى الامانة على عبدالحق بن شيخة المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة الجزائر راجل عارف كويس اوي امكانيات لعبته وعارف كويس اوي قيمة وامكانيات لعبة النادي الاهلي لعب المباراة تكتكيا عشرة العشرة الراجل بدأ المباراة ضاغط على النادي الاهلي فمنعه من بدء الهجمة من تحت طر النادي الاهلي لعب الكرات الطويلة ما كانش متفوق فيها على العكس بقى نادي اتحاد العاصمة كان متفوق في الكرات الطويلة يعني عنده الراجل المهاجم البتسواني الطويل ده بيستلم وبيحضن وبيباصي وبيحط وا 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 رغم امكانيات محدودة لكن لما بقى فيه روح لما يكون فيه اسرار بقى فيه نجاح وهذا حدث المفاجأة بالنسبة لي الكبيرة جدا هي الشوت التاني لان انت خرجت الشوت الاولاني مع نهايته وانت متأخر بهدف كلنا كنا متوقعين الشوت التاني حاكتين موجة نظر الاولى اولا موضوع الروح والاسراري بقى اشد من كده واعلى من كده بكتير ثانيا يكون ما بين الشوتين فيه تغييرين او تلت تغييرات لانه لو قلتلك النهاردة الديني لعيب كويس في النادي الاهلي هتحتار مفيش ولا لعيب في حالته على الاطلاق من العشر لعيب اللي موجودين في الملعب ولا لعيب في حالته فلما قولك قولي مين كان كويس او مين كان متفوق من الاساسيين والبدلاء يمكن باستثناء من وجهة نظري مجد افشل لما نزل ونزل متأخر جدا في العشر ده الاخيرة من اللقاء كل الاحترام لامام عشور وكل الاحترام لرضا سليم لكن هل تأقلمه مع الفريق هل خده على الفرقة بشكل كويس هل يقتهم البدانية تسمح طبعا ده شغل المدرب واكيد هو عارف اكتر لو كان حد منهم جاب جون او لو كرة كهربا كاتت حسبت هدف واختلفت فيها الاراء انا سألت كتير من المحللين التحكمين كتير اجمعوا انها غير صحيحة لان الكرة كانت في حوزة الحارس واحدهم قالوا الهدف صحيح لكن حوالي ثلاثة من المحللين قالوا لي الهدف غير صحيح دي وجهة نظرهم لازم انقلها بمنتهى الامانة يعني ضربة جزاء التحاضي العاصمة كلهم اجمعوا ان ضربة الجزاء كانت صحيحة وكانت اهمال من لعب النادي الاهلي حتى اللعيبة اللي كانت شايلك ما كانوش في حالته حتى اللعيبة لما الفرقة بتبقى واقع شوية كنت بتحط امالك على مروان عطية على حسين الشحات على علي معلول على محمد عبد المنعم على مثلا بيرستاو لما ينزل ما كانش في حد في حالته على الاطلاق حاجة غريبة جدا اه فرص ضقيعة واه حارس مرمى فريق الاتحاد العاصمة تقلق والاهلي يوصل كذا مرة لكن حتى الضربات السبت انت لما تيجي تعمل او تشوف الاحصالات في النهاية حداشر ضربة ركنية للنادي الاهلي مقابل لا شيء لفريق الاتحاد العاصمة من الركنيات لكن المحصلة في النهاية ايه هدف من ضربة جزاء لنادي اتحاد العاصمة نقل بيكاس السوبر من النادي الاهلي او من مصر الى الجزائر هنيئا لهم بنبريك لهم لانهم يستحقوا عن جدارة واستحقاق انا عارف امكانياتي لعب على قده موضوع ضعط الوقت ده سمت شمال افرقيا واحنا عارفين ده يبقى متقدم او متعدل او نتيجة خدمة بتلاقي ضعط الوقت شغالة وتلاقي اللعب واقع ومعامل شد اول ما يطلع عبارة تلعب يجري اسبرينت فده موجود وللأسف الشديد سمة افريقية موضوع التحكيم الافريقي كل الاندار المصرية بتعاني منه كل الاندار المصرية بتعاني منه ستظل نقطة الضعف في الكرة الافريقية هي التحكيم طول الوقت ليس طعنا في الحكم ولا بقول ان الحكم تسبب في خسارة النادي الاهلي لكن بقول مستوى الحكم فالحكم نفسه سيء طريقة ادارة المباراة نفسها ده هتركه للكابتن وليد صلاح اللي هيكون ضيفي النهاردة في المباراة في الجزء الفني من الحلقة لكن انا عايز اجي معاك كده ونشوف من ناحية الاسم يعني من ناحية الفرق اللي لعب النادي الاهلي تحضر العصمة اول مرة يتوج بكأس الكمفدرالية في انجاز رائع لكن تحضر العصمة انهى الدوري في المركز الاثناشر الاهلي بطل دوري بطل كاسو بطل كاسو بطل سوبر وبطل سوبر وبطل كل البطولات الاهلي يا جماعة لما فاز بالبطولة فاز على كازر شيفز في الفين واثنين وفاز على الجيش الملكي في الفين وستة وفاز على النجم الساحلي في الفين وسبعة وفاز على الصفاقس في الفين وتسعة وفاز على الابارز الكنغولي في الفين وتلاتاشر وعلى حساب الصفاقس التونسي في الفين واربعتاشر ونهد البركان في عشرين وعشرين وفي نفس السنة فاز ايضا على الرجاء المغربي لانه في الموسم ده اتلعب اتنين كاسوبر افريقي والاهلي فاز بيهم طب لما انت يعني كل هذه الاسماء القوية بتيجي امام فريق هو عارف امكانياته لكن هو لعبك على قد امكانياته انت لما تقول الاسماء ولما تقول القيمة التسوقية ولما تقول الاعداد ولما تقول البطولات ولما تقول التاريخ لا الفارق كبير لكن الجميل ان انا ابقى عارف قصتي شكلها عاملة ازاي عارف امكانياتي عاملة ازاي ده مهم جدا جدا الاهلي النهاردة جماعة مرر تسعة وتمانين تمريرة بشكل خاطئ اتنين وعشرين عرضية منهم خمسة بس اه صح يعني كل العرضيات تقريبا هجومية او دفاعية ما كانتش بتاعتنا حسين الشحات ما سددش ولا مرة على المرمى حسين الشحات كان ورقة رابحة للنادي الاهلي الكهرباء ما سددش غير مرة واحدة على المرمى الاربع تزديدات جمع عن طريق امام عشور ورد اسليم كل واحد سدد تزديدين يعني ادي الارقام قدام حضراتكم الاحصالات النهاية للمباراة كل احترام من مضوع الاستحواز لكنه الاستحواز لا بيقدم ولا بيأخر في النهاية مين اللي بيفوز مين اللي بياخد المباراة مين اللي بيكسب المباراة الاهلي لم يكن ينقصوا احد النهاردة او اتقول لي مودست لانه المودست لسه جديد لان الاهلي لعب بالشناوي ومحمد هاني ورامي ربيع ومحمد عم نعم ومعلول وعطية وديان جرودة سليم ومام عشور وحسن الشحات ومحمود كهرب واللي نزل الشوت التاني نزل بيرسيتاو وصلاح محسن وقفشة وطاهر وياسر هتقول لي الاهلي نقصوا ياسر ياسر كان سليم وياسر لعب الديال اخيرة وغير تكتكيا طلع محمد عبد المنعم رأس حربة ولعب ياسر في الخلف يعني اتقاء للهجامات المرتدة اللي كانت خطيرة جدا على النادي الاهلي اشتركوا في القناة